لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك على الملاحظ أن الفريق سعيد شنجريحة صار كأنه يلعب الدور الذي لعبه القايد صالح في تلك المرحلة لكن الفرق بين المرحلتين أنه هناك شارع في إجماع ضد عهد الخامسة لبوتفليقة أمر آخر أن القايد صالح في تلك المرحلة انحاز إلى المطالب الشعبية لكن الفرق ما بين تلك المرحلة والمرحلة الحالية أن السعيد شنجريحة انحاز إلى الدستور وانحياز المؤسسة العسكرية الدستور وهذه النتائج الضئيلة والهزيلة جدا إن أضرت بصمعة المؤسسة العسكرية يعني كان من المفروض المؤسسة العسكرية تحافظ على حياديتها حتى إذا كلم يشارك الشعب حتى لا تظهر المؤسسة العسكرية أمام العالم أنها انحازت إلى مشروع وهذا المشروع لم يذهب له الجزائريون الانتخابة وهذا موسيب إلى المؤسسة العسكرية هذا إما يعود إلى حسابات خاطئة أو إلى الغموض الذي لفها المواقف عندما نقرأ تصريحات شنجريحة تظهر أحيانا أنها مع الدستور أحيانا أنها تحاول تظهر حيادية هناك نوع من التخبط أيضا مجلة الجيش كانت صريحة دافعت عن هذا الدستور إذن أنه انحياز الجيش لصالح هذا الدستور أضر به كثيرا وعليه بلا أدنى شك أن يتخذ مبادرات تكون في الصالح الشعبي حتى يعيد الزخم الذي كسبه في عهد القيادة الصالحة بلا أدنى شك أن الجيش رغم ما قيله ورغم ما استهدف في تلك المرحلة إلا أنه على المستوى الشعبي العام لم يكسب الجيش الوطني الشعبي شعبية بين الجزائريين وقيمة مثل ما حدث في العام الماضي مع الحرك الشعبي وفي عهد القيادة الصالح على المؤسسة العسكرية ألا تضيع هذا الأمر ألا تضيع هذا الأمر لذلك يبدو أنهم بلا أدنى شك الشيء الذي نفكر فيه نحن حتى هم يفكرون فيه فلديهم نخاب ولديهم إطارات ولديهم كثير من الأمور لذلك على ما يبدو يبدو ويتضح أن هذه الاجتماعات بصفة دورية وعدم الحديث عنها لو نذكر في المراحلة السابقة أنهم كانوا يتحدثون عن اجتماعات الجيد صالح مع القيادات العسكرية مع قادة النواحي ولكن هذه الاجتماعات بعد الحملة المكوكية التي قام بها السعيد شنغريح في النواحي العسكرية قبل الانتخابات أو قبل الاستفتاء بعد ذلك الآن توقف نهائي وصارت هذه الاجتماعات سرية لا يجري الحادث عنها يعلم بها إلا ضباط كبار وكذا وكذا ولا يتحدثون بها عبر الإعلام بصفة رسمية ما الذي تدرس هذه الاجتماعات المتوالية والمتتالية من طرف قيادة الجيد هناك كثير من الملفات ملف الأمن ملف كورونا ملف التطورات الوضع في الجزائر وكثير من الملفات بالأدنى شك هناك ملف يتعلق بالجيش الوطني الشعبي وقضايا أخرى ولكن الملف الذي بلغنا من مصادر موثوقة أنه تم طرح السيناريو ما بعد عبد المجد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله لنستمر بنشر المزيد